كل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين وفي خير وفي أمن وفي سلام ربنا يديم علينا نعمة الأمن أهم حاجة ويديم علينا الأفراح والأعياد والأيام الحلوة والأجواء المبهجة اللي بتملى كل بيوتنا ودايما يا رب دايما مصر كلها في خير ومحبة وأمن وسلام رأيت فرحة صحيح ما احنا بتعاوزينها طبعا رأيت فرحة وتزاور وصلة رحم ومعايدة على كل الناس اللي بتحبها ويريت المعايدة ما تبقاش بالبرودكاست أو الرسائل اللي احنا بنبقى ببعتنها لكل الناس الرسائل ملهاش لطعم ولا لون ولا ريحة ولا بنحس حتى ان احنا وحشين بعض ولا حتى بنعايد على بعض رسائل بتبقى كده سبتة بقاش لها أي طعم يريت نرجع مرة تانية نزور بعض ونعايد على بعض حتى لو بس بالتليفون بس كل واحد يكلم الناس اللي بيحبهم كل شخص كده يكلموا ويعايد عليه واحد واحد بدل الرسائل ملهاش أي طعم خلينا ندخل على بعض وعلى قلوب بعض الفرحة والسعادة والمعايدة كان على كل أهلينا أصحابنا جيرانا سحي مصطفى وده ايه؟ انا افتكر ان انا قريت في الأهرام في أواخر التسعينات كان حاجة بتقول يا جماعة ما ينفعش تمسكوا التليفون اللي هو التليفون نابو أرس وتقولوا كل سنة وانتوا طيبين وحضوروا قريبكم وأهلكم وبعد كده احنا بعملين ننزل يعني شوفوا جمانا بتقول ما بلاش الرسائل المعلبة اللي هي بتاعت الواتساب طبعا جمانا عندها حق ان الرسائل دي ما فيهاش أي طعم خالص اللي هو انت زيك زي غيرك لا أنا كل واحد فيه بيني وبينه يعني يعني شكل معين من الأشكال فكرة معينة بقولها له يعني بفتكروا بيها بكتبها له بيبقى فيه نوع من أنواع الخصوصية النهاردة بقت كتابة زمان كانوا بيقول يا جماعة بلاش تكلموه في التليفون قبل كده كنا بنقول لا نروح نزور طب احنا رايحين على فين يا جماعة احنا بنبعد يسموها وسائل التواصل الاجتماع بس هي وسائل التباعد الاجتماع خلينا نقر من بعض العيد هو الأقارب هو الأحباب هم الأصحاب أيام العيد هي فرصة كويسة علشان الأهل يتجمعوا مع بعض يخرجوا مع بعض علشان الأطفال يفرحوا بالعادية وأنا بعتقد أن فرحة الأطفال بالعادية هي العيد الفرحة دي والعادية دي هي اللي بيستنوها من السنة للسنة ربنا يا رب يملى بيوتنا كلها بالبهجة والفرح علينا كلها طب فكرا أنت بقى أيام العيد وأنت صغير كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الأطفال والفرحة والبهجة خروجاتنا مع بعض بصي العيد بالنسبة لي زي ما كنا بنقول كده القرايب الدايرة الأولى من القرايب اللي احنا يمكن بتبعدنا عن بعضنا المسافات يعني والدي رحمة الله عليه كان بياخدني آآ لا عماتي الجداتي كنا بنقعد بقى مع انت فاهم بقى بيت العيلة طبعا البمبة بقى والسواريخ والشقاوة كنت طفلة شقية ربنا بقى الحمد لله تابع ليه بتابع ليه مع ولادك بقى مصطفى والله أنا أولادي بنات فما عنديش نفس مساحة الشقاوة بس عايزة أقولك ان دي حكوم هو أجمل حاجة في الدول طبعا ربنا يخليهم لك يعني أنا بقول ان الصلاة العيد هي العيد والبلالين والخروجة بتاعت بعد الصلاة العيد مباشرة وانك تروح تشرب حاجة معهم تخرج معهم تتماشى معهم شابة العربية واللبس الجديد وبيجامة العيد طبعا هو ده العيد بعد كده العيد بقى نروح بقى نزور ناس نروح مع بعض نخرج مع بعض في حتة لكن هو بشكل عام بيبقى العيد في البيت أنا بحبه في البيت ما بقى حبهش يعني بص هو الأحلى حاجة في الدنيا انك لما تيجي تتبسط أو تفرح أو تعيد ما يبقاش لوحدك طبعا يعني وحب نتكلم على بيجامة العيد وعلى لبس العيد اللي يقدر اللي يقدر ان هو هو بيجيب لولاده نجيب كمان طقمين تلاتة يقدر يفرح بيهم أولاد تانين بالعيد الله عليك هو ده العيد فعل اللي ما يقدرش يشتري جديد يقدر يطلع من الهدوم القديمة بتاعت أولاده أو بتاعته يفرح بيها أسرة تانية تعيد معاه وتفرح معاه أهم حاجة المشاركة أهم حاجة ان انت تحس صغيرك بالفرحة الفرحة مش هقولك بقى بتبقى مضاعفة لا لا اضرب في مليون ان انت تشوف حد سعيد ومبسوط وانت يعني ما خلتهش يحتاج أو انه حس بلاحظة هرمان دي بالدنيا دي تجارة مع ربنا ملهاش بديل ولا بقى فرحة عيد ولا الكحف ولا أي حاجة في الدنيا دي تجارة مع ربنا على قد ما تقدر حاول تفرح غيرك تدخل الفرح على الألوان ده حقيقي طبعا على قد ما تقدر حتى لو ما تقدرش تعمل ده بابتسامة حلوة الصفح ببلونة بأي حاجة تقدر تساعد بيها طفل في الشارع أو حتى تقدر تساعد بيها رب أسرة في الشارع ده العيد الحقيقي حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تساعدوا أي شخص قدامكو يعني دي والله يفعل يا مصطفى بالدنيا كنت عايزة أقول لك فكرة كان فيه حد كان كاتب حاجة وأنا عملتها بصراحة بيقول أن الأطفال اللي هم في الشوارع وفي الإشارات ما تديهمش فلوس لأن الفلوس دي هم حيضوها المصدر تاني ما أعرفش مين المصدر التاني ودي مش قصتنا اللي بنتكلم فيها حطوا بمبوني حطوا شوكولاتات صغيرة الحاجات دي هم ما بيعرفوش يجيبوها لو ديتالهم هتشوف كم سعادة على وشهم هيفتح أبواب الرزق معاك وحيديك سعادة وفرق أنت اللي محتاجها على فكرة أنا جربت ده والله أنت اللي محتاجها أكتر منه بكتير أنا جربت ده أنا عملت ده أنا خليت فيه كيس فيه شوية حلويات في عربيتي وبدأت عمل ده حقيقي والله بتفرق في نفسية البناء ده طبعا طبعا بشكل كبير على أي حال إحنا يعني بنعيد على حضراتكم وراء تانية كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة ورب دايما في سعادة ومتجمعين وفي أمن وفي أمان كل سنة وإحنا كلنا طيبين ونعيد علينا كلنا باليمن والبركات والأمن والسعادة وعلى الأمة الإسلامية يا رب جميعا صباح لحضراتكم وراء تانية صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر